أيقونة البازلت وتخليداً لذكراه العطرة ومسيرته الفنية أقيم في القصر الثقافي في مدينة السويدة حفظ التأبين للراحل النحات فؤاد أبو عساف بمناسبة مرور أربعين يوم على رحيله حقيقةً هو أيقونة البازلت وهو من النحاتين الأوائل في محفظة السويدة هو كان متفرق فنياً تام للعمل الفني مضى حياته بإنتاج الفن وبإنتاج الجمال وبإنتاج الإحساس وبإنتاج المحبة من خلال أعماله اليوم وقفين وقفة عز وكلنا نشوف حالنا فيه ونفتخر بالإرسل اللي تركه لسوريا فؤاد أكيد ما مات أكيد أعماله باقي منتشرة بكل العالم مش بس بس بسوريا بتمثلوا بتمثل كل المحبي الفن ومحبي الخير والسلام يعتبر راحل من أهم من وضع قوانين النحط وطرقه وأساليبه حيث قدم الكثير من الدراسات عن صخرة البازلت وطرق التعامل معها وخرج الكثير من الطلاب والمواهب طبعاً الكلمات تعجز عن إيفاء حق النحاط العظيم فؤاد أبو عساف والصديق والأخ طبعاً فؤاد أبو عساف يملك جانبين طبعاً جانب الإنساني وجانب الفنان نحكي عن جانب الفنان طبعاً فؤاد أبو عساف يملك أدواته يملك بحث خاص فيه وتفرد خاص فيه التعامل مع قتلة البازلت كانوا بتعامل مع شال الحرير تماماً نفذ أعمال جميلة ورائعة ألاف الأعمال إن كان نكروكي دراسات وإن كان أعمال كتل كبيري أو زيلي طبعاً فؤاد الإنسان أنا بحكي كمدير معهد كمدرس فؤاد أبو عساف معهد تربية فنية ترك بصم جميلة بين زملائه طلاب ساعدوا الطلاب كثير فكان حصة الغائب فؤاد أبو عساف كان مربي قبل ما يكون بس فنان نحاط رب أجيال وترك هامش كثير كبير للبحث من بعده بعالم النحط على حجر البازلت إنسان راقي محب كريم صاحب خلفيه جميل جداً بكلماته لأصدقاؤه نتمنى كلنا نكرم على حياتنا ما نكرم بعد ما ماتنا إنما ترك أعمال جميلة جداً على مستوى ساحة السويدة السورية والوطن العربي وربما العالم ببصمات جميلة جداً رحل الفنان فؤاد عن الدنيا تاركاً وراءه مئات المنحوتات التي اشتهر بها على مستوى سوريا والعالم العربي حتى استحقوا بجدارة لقب أيقونة البازلت من السويدة للإخبارية السورية شام حمدان ترجمة نانسي قنقر